تلاميذ في المدارس الابتدائية داخل معرض خاص تجمعوا أمام نشرات جدارية أعدها زملائهم وشارك بعضهم في إعدادها والنشرات رسم وكتب عليها ما يعبر عن أحلامهم وطموحاتهم في الواقع والمستقبل افتتاح المعارض والنشاطات الفنية مهم جدا للترويح عن النفس والطلاب أيضا يستفيدون من الأعمال الفنية ورأيت بعض النشرات الجدارية جذبت انتباهي إنها جميلة ومفيدة وأتمنى استمرار مثل هذه المعارض ليستفيد منه التلاميذ والطلاب تنظيم هذه المعارض الفنية ومشاركة التلاميذ والطلبة فيها أمر مهم جدا بالتأكيد حصة الفن في المناهج الدراسية تكشف وتنمي مواهب الطلاب الفنية وهي في نفس الوقت ترفيه للطلاب من ضغوط الدراسة والامتحانات والواجبات المدرسية والنشرات الجدارية وسيلة تعليم وتثقيف فعالة للطلبة والتلاميذ والاهتمام بها أمر جيد المعرض أقامه قسم النشاطات المدرسية في مديرية تربية قضاء سيد صادق اهتماما بالجانب الفني وتنمية مهارة الأطفال ومواهبهم وتنفيسا للضغوطات الدراسية على التلاميذ نتيجة الحصص المدرسية اليومية المتتالية يقام هذا المعرض للنشرات الجدارية كل عام لجميع رياض الأطفال والمدارس في حدود تربية سيد صادق يشارك فيه الطلاب بإشراف المعلمين بالنشرات الجدارية التي يتم أرضها هنا في المعرض والهدف من إقامته الاهتمام بالجانب الفني من مواهب وقدرات الطلاب والتلاميذ وتبقى النشاطات المدرسية والمعارض الفنية التي تنظمها الجهات التربوية وسيلة لكشف الطاقة ومهارة الأطفال والتلاميذ ومرآة يرون فيها قدراتهم يغرس في نفوسهم تحقيق الذات والثقة بالنفس والأمل بمستقبل واعد ومشرق لقناة زاقرس تيفي أمير سليم قضاء سيد صادق